اخرفنا مئات الملايين من الدولارات على مؤتمر وبالنتيجة ولا مؤتمر تكميلي أو مؤتمر وزاري حصل عندنا الآن أكون مؤتمر في قطر العراق قاطعة لم يحضر فيه لأنه لم يأخذ دور الريادة باعتباره هو رئيس القمة العربية لصير قطر ماخذ الريادة أنا أقول أن العراق يقف في منتصف الطريق حاليا في ظل سياسته المرتبكة والغير واضحة السياست الخارجية أقصد وبين هذين المحورين بين هذين الغولين ثارة يفتش الطائرة ثارة تفوت الطائرة ثارة يدعم سوريا في الجامعة العربية ثارة يقف إلى جانب قطر